ونبقى مع الحسابات الوطنية المصرية لكن مع فبركة تحمل الشعار طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة حيث استماتت تلك الحسابات في الترويج لمنشور يقول الصين تعلن تجميد أسهم الشركات الأمريكية في البورصة الصينية ردا على عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية بعض الحسابات أضافت تعليقات ساخرة مثل الخبط ابتدى وشكلها ولعت نهاية الكوكب الرابط وما إليه من تلك التعليقات السمجة الخبر زائف ولا أساس له من الصحة حيث لم تعلن الصين عن تجميد أي أسهم أمريكية وآخر ما رصدناه عن العلاقة الأمريكية الصينية هو تصريح مكرر حمل تحذير الصين للولايات المتحدة من دعم استقلال تايوان تحت ذريعة الديمقراطية ردا على زيارة دامون ويلسون رئيس جمعية نادة الأمريكية غير الحكومية إلى تايوان